بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقع متبقاء الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند بالتأكيد حلقة النهاردة هنتابع فيها آخر المستجدات اللي موجودة على الساحة الرياضية وتحديدا خلال الساعات الأخيرة كان فيه كلام كتير جدا بخصوص المرحلة القادمة كأس الأمم الإفريقية كأس العالم للأندية اللي هيحصل خلال الساعات اللي جاية هل في اجتماعات النهاردة هل في قرار ممكن يطلع خلال الـ 48 ساعة القادمة كل ده هنقشوا نهاردة في برنامج التريند وهنقول لكم معلومات جديدة في هذا الشأن يمكن ما سمعتهاش قبل كده المشاهد المصري والمشاهد الأهلاوي بشكل خاص كمان هنتكلم عن استعدادات الأهلي للقاء السوبر الإفريقي عندنا مباراة مهمة جدا لقاء الرجاء المغربي في لقاء السوبر محتاجين كمان نركز على هذه المباراة لأنه بالتأكيد مباراة ببطولة فمحتاجين نركز عليها خلال الفترة الجاية وبالطبع كلها هتكلم عليها بشكل يعني فيه استفادة أكتر عقب ختام مباريات منتخبنا الوطني في كأس فيفا للعرب خاصة أن بكرة فيه مباراة مهمة جدا في الدور النصف النهائي أمام المنتخب التونسي هتكون إن شاء الله الساعة خمسة بتوقيت القاهرة حلقة النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا وقدر إن كان نحاول نرد على كل الاستفسارات والتساؤلات اللي الجمهور في الشارع القروي بيحاول يعرف إجابة لها في الفترة الأخيرة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وعايز أعرف بقى كل اللي بيتابعونا النهاردة توقعاتكم أو رأيكم إيه أفضل تشكيل ممكن يبدأ بمنتخبنا الوطني في مباراة تونس كارلوس كيروش ممكن يلعب إزاي مباراة تونس والتشكيل الأفضل في هذه المباراة شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من الأراء ومشاركات حضراتكم في توقعاتكم لتشكيل منتخبنا الوطني في مباراة الغد اللي بالتأكيد هتكون مباراة صعبة ومهمة جدا وأنا أسعيد على المستوى الشخصي بمثل هذه المباراة عشان نعرف مدى استعدادات منتخبنا للفترة القادمة وزي جهاز الفن بيقدر يحضر تشكيل جديد في الفترة اللي جاية لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يستأنف استعداداته للسوبر الإفريق وكمان مسحة طبية غدا لبعثة الأهلي قبل السفر لقطر وفي الترند المحلي المنتخب يختتم تدريباته لمواجهة تونس دي عنويننا حلقة النهاردة لكن لسه هناك تفاصيل أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وفقر الترند الترند ونتكلم عن أبرز تفاصيل الأخبار اللي بالتأكيد بتشغل بال كل الرأي العام الأهلاوي في الساعات الأخيرة أهلا بحضركم من جديد وفقر الترند الترند أول حاجة هبدأ أتكلم عليها موقف كأس الأمم الإفريقية وموقف كأس العالم للأندية وأنا عارف الناس الآن من كتر الأخبار اللي بتتردد خلال الساعات الأخيرة بخصوص موقف البطلطين لأنه طبعا الحمد لله والفضل اللي يمكن نحن هنا أول ناس من حوالي شهر ونص أو شهرين كلام ده كان في 28 أكتوبر طلعنا وقلنا يا جماعة خدوا بالكم في مشكلة كبيرة جاية الاتحاد الدولي حط معاد كأس العام الأندية خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية وقلنا المشكلة دي هتظهر لما الفيفا يعلم الموعيد رسميا والحمد لله دايما برامج الترند بيكون عنده الساب وبيبقى عارف اللي جاي إيه خلال شهر وشهرين ونورنا كده لمبة حمرة وقلنا في مشكلة قدوا بالكم إنها هتحصل والمشكلة زادت تعقيدا بعد ما نشرت في 48 ساعة الماضية الموعد الرسمية اللي الفيفا طلب فيها إن الأندية ترسل القيمة المبدئية أو القيمة الأولى والقيمة النهائية و3 يناير هو معاد إرسال القيمة المبدئية ده آخر معاد 35 لعب منهم أرباح ورس مرمى و24 يناير ده الموعد النهائي اللي ترسل فيه القيمة المختصرة الأساسية اللي هتلعب في البطولة 23 لعب من ضمنهم 3 حراس مرمى وطبعا هذه الموعيد لو قرناها بموعيد كأس أمم إفريقيا يعني مش هتكون حتى منتخبنا لعب دور الستاشر فالآلة بقى زاد والمشكلة كبرت والناس حست إن فيه حاجة مش مزبوطة بتحصل وممكن الأمر ده يضر النادي الأهلي إيه لأن خرج المهندس أحمد مجاهد وقال تصرحات البعض أعتقد إن هي ممكن تكون إيجابية ومبشرة والنادي الأهلي بيتأكيد تعامل مع التصرحات دي على إنها خطابات رسمية والتصرحات رسمية وأصدر بيان وأكد فيه إن الأمور الحمد لله اتحاد الكرة بيحلها وبيصق في قدرة اتحاد الكرة المهندس أحمد مجاهد بناء على تصرحاته إن الأمور هتتحل خلال الفترة اللي جاي طيب إيه الجديد في البطولة بصوا عشان أجيب لكم من الآخر وباختصار الأزمة فين وهتتحل إزاي إذا تحلت إذا اتحلت يوم 30 نوفمبر هطلع أقول لكم إحنا يوم 30 نوفمبر قلنا إيه؟ قلنا وقتها في مشكلة ما بين الاتحاد الدولي والكاميرون على إقامة كأس الأمم في الفترة دي والاتحاد الدولي خلال الفترة الحالية محتاج ياخد تصويت أوروبا على إقامة كأس العالم كل سنتين قدر ياخد تصويت القرى الإفريقية على إقامة البطولة كل سنتين مش متبقي إلا الاتحاد الأوروبي ودي نقطة يعني معضلة بالنسبة للفيفا وأرسين فنجر وجياني إنفانتينو عشان يطبقوا المقترح والفكرة اللي عايزين يعملوها خلال الفترة اللي جاي طيب من ضمن الأزمات والمشاكل اللي ممكن تعوق هذه البطولة كأس الأمم إنه هو اللعيبة الأفرقى المحترفين في الدوريات الأوروبية مش هيلعبوا خلال هذه الفترة وهيكونوا موجودين في الكاميرون فبالتالي الاتحاد الدولي عايز قدر الإمكان يحرك معاك بطولة كأس الأمم في فترة تانية أو البطولة ما تتلعبش خلال هذه الفترة أو فيه ظروف استثنائية ممكن في الكاميرون تعوق إقامة البطولة فبالتالي تتأجل أو تتلغي طيب الكلام ده خدوا بالكم بقالوا فترة بيتقال بس ابتدت الناس تركز فيه لما ابتدى الأمر يخص النادي الأهلي وأنا برضو هنا في إحدى الحلقات في برنامج التريندو قلتوا خدوا بالكم من جزئة مهمة جدا فيه مشكلة وفيه خناء على كاس الأمم الإفريقية مع الاتحاد الدولي مع الاتحاد الأوروبي والدوريات الأوروبية بس من سوق حظنا إن احنا دخلنا ما بين السطور أو دخلنا ما بين كواليس هذه القضية لأن الأمر أصبح متعلق إن الأهلي عنده بطولة دولية الفيفا حطها في المعدة وهو عارف يحط المعدة ليه؟ إنك هتلعب كاس عالم أندية خلال منافسات كاس الأمم فبالتالي أصبحت أنت جزء من المشكلة لكن الحل مش عندك والقرار مش عندك وبالمناسبة والقرار مش عند الاتحاد الأفريقي هي المشكلة هتكون ما بين الاتحاد الدولي والكاميرون بعد كاس فيفا للعرب هيكون فيه قرار القرار يا أقامة البطولة فيه موعدها وده اللي الكاميرون بتحارب عليه بكل قوة الكاميرون بتحارب بكل قوة للدفاع عن فكرة إنه هي جهزة لإستضافة كاس الأمم يا إما الاتحاد الدولة هيكون عنده مبررات عديدة جدا يقولها للاتحاد الأفريقي إن البطولة صعبة تتلاقي في الفترة دي الناس ستقول لي إيه علاقة الاتحاد الدولي بالموضوع لجنة التفتيش اللي موجودة حاليا في الكاميرون للتفتيش على الملاعب مشكلة ما بين أعضاء في الاتحاد الدولي وأعضاء في الاتحاد الأفريقي موظفين في الاتحاد الدولي وموظفين في الاتحاد الأفريقي بالإضافة لده كمان لجنة التفتيش لغاية اللحظة دي ما طلعتش أي قرار أو طلعت أي توصية بخصوص رؤيتها للملاعب الناس منتظرة عاقب يوم السبت القادم هيكون فيه تحرك بقى بشكل كبير لفكرة كأس الأمم هيتلاعب ولا مش هيتلاعب الفيفا عنده مقترح وعايز يأجل البطولة بس مش معروف هيأجلها لإمتى لأنه نخدوا بالكو فكرة تأجلها للصف لازم الناس تاخد بالها هي البطولة كانت في الصف ورجعت لي في يناير لأن الكاميرون الظروف المناخية ليها في شهر 6 تعوق استضافة أي مباراة الأمطار والسيول والأجواء والمناخ في هذه الفترة في الكاميرون بتبقى أمطار وسيول لدرجة كبيرة جدا فصعب أنك تنظم مباراة مش بطولة فالبطولة لما كانتها تلاعب في 6 وترحلت أو تقدمت ليناير تقدمت ليناير بسبب الموضوع ده بسبب الظروف المناخية ففكرة أن الفيفا يقول أجلها لستة خدوا بالكو الظروف المناخية هتكون مشكلة فهي الفكرة يا تتلاعب في معادها يا إما ما تتلاعبش في معادها وهنا هتبقى مشكلة الأهلي اتحلت من خلال الاتحاد الدولي مع الكاميرون الدولة المنظمة لكن الكاميرون بتحارب على أن هي جاهزة لإستدافة البطولة لأنها شايفة أنها بقالها 6 سنين بتحضر للبطولة وخلال الشهر الأخير كان فيه تفاصيل كتيرة الحمد لله احنا يمكن طلعنا منها تفاصيل وطلعنا منها خطابات رسمية والكاميرون كان بترد على الخطابات الرسمية دي إلى أن جاء وفد رسمي من الكاميرون إلى القاهرة وحضر الجمعية العمومية وكان بيدافع باستماتة على فكرة استدافة البطولة والاتحاد الأفريقي أعلن وقتها أن الكاميرون إن شاء الله خلال الشهر المتبقع يكون جاهزة لإستدافة البطولة إذن بننتظر التحرك الرسمي وأي قرار رسمي هيصدر بس مش النهاردة ولا بكرة بعد مباراة كأس ففل العرب في الدوحة وبعد ما تخلص كأس البطولة العربية هيبدأ الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي يعني يركز بقى وكل جهوده مع الكاميرون خلال العشر تيام اللي جاي طيب في ناس تقول لي ما هو ممكن البطولة تتقدم هديكم مسال صغير كده ركزوا في تفاصيله لما تيجي تتكلم على بطولة قرية في أجندة دولية زي كأس الأمم ما تقولش البطولة هتبدأ التسعة يناير لا ركز على أول يوم هتبدأ فيه وعشرين أو سبعة وعشرين من الشهر الجاري النهاردة كان في شهر ديسمبر النهاردة 14 يبقى من 14 لسبعة وعشرين بنتكلم في 13 يوم لو خلال التلاتاشر يوم ما فيش أي قرار صدر بمناسبة كأس الأمم البطولة في معادها وهتتلعب لأنه خلاص كل المنتخبات هتستدعي العيبة المحترفين اللي بلعبوا في الدوريات الأوروبية ابتداء من 27 ديسمبر عشان يبدأوا المعسكر فبالتالي البطولة خلاص في معادها قرار يبقى البطولة في معادها ولو البطولة هتتقدم هيبقى من الاستحالة أن أي قرار يطلع اللي البطولة هتتقدم ليه؟ لأن بدل ما الأجندة هتبدأ سبعة وعشرين واثنشر هتضطر يتقدمها وتبدأ يوم اتنين وعشرين واثنشر يعني هل تخيلوا عقب لقاء السوبر الإفريقي على طول المنتخب يبدأ استعداداته لكاس الأمم ما البطولة هتتقدم بدل ما تتلاعب تسعة مثلا هتتلاعب خمسة أو ستة فالأجندة بدل ما تبقى سبعة وعشرين هتبقى اتنين وعشرين ركزوا في التواريخ دي عشان هي اللي هتديكم المؤشر للفترة الجاية إيه القرار اللي هيطلع عموما هننتظر ونشوف الساعات الجاية إيه اللي هيحصل بس من بعد يوم السبت البعض كان اجتهد وقال إن في اجتماع لجنة الطوارئ النهاردة برضو الحمد لله يمكن أول ناس قلنا إن في اجتماع لجنة الطوارئ من يوم الجمعة اللي فاتت بس خدوا بالكو هو الاجتماع ده جيبهنا على إيه أو التصور ده جيبهنا على إيه إنها عملنا اتصالات بأعضاء في المكتب التنفيذي قالوا مفيش أي حاجة جات لنا بخصوص طلب الأهلي لتقديم كأس الأمم الأمر ده طارق فلازم يتعرض على لجنة الطوارئ اتكلمنا مباشرة مع أعضاء في لجنة الطوارئ اللي فيها الرئيس رئيس الاتحاد الإفريكي والخمسة النواب بالإضافة المهان سانية بوريدة والفوز لجع رئيس الاتحاد المغربي فبالتالي اللجنة فيها حوالي 8 أعضاء أحد الأعضاء قال لي شخصيا لغاية اللحظة دي اللي بكلمكم فيها مفيش حد يبلغنا باجتماع لجنة الطوارئ إذن إحنا هنعمل هولد خلال الفترة الجاية لغاية لما يكون فيه قرار بس إمتى القرار يعني غلباً بنسبة كبيرة جداً تخلص منافسات كأس فيفا للعرب ونشوف الفترة الجاية يحصل فيه ويبقى الكلام كله في إطار العشر تيام أو الـ 12 يوم الجايين قبل بداية الأجندة يوم 27 ديسمبر ده الموقف الخاص بكأس الأمم الفيفا عايز يدافع عن فكرة البطولة تلاحف في توقيت تاني وممكن يكون داخل فيها مشاكل تسوقية ومشاكل خاصة بالرعاية فيبقى مبرر لترحيل البطولة أو تأجيلها وعدم جهزية الكاميرون أيضاً وفي نفس الوقت الاتحاد الإفريقي بينتظر القرار والكاميرون بتحارب زي ما بقول لكم بتحارب على استضافة البطولة والتحدي ده من الكاميرون هيزيد أكتر بعد نجاح ساموال إتو رئيساً للاتحاد الكاميروني لأنه النهاردة تم تعيين ساموال إتو نائباً للرئيس اللجنة العليا للجان كأس الأمم ودي أعلى لجنة مختصة بتنظيم كأس الأمم من اللجنة المنظمة المحلية فبالتالي الأمر هيكون ليه علاقة بقى بصاموال إتو وبداية صاموال إتو مع الكرة الكاميرونية وصدفة كأس الأمم وأول مرحلة رسمية ليه مع بطولة كبيرة الكاميرون بتصدفها بعد حوالي خمسين سنة طيب دي أول حاجة متعلقة بالكأس الأمم الإفريقية وكأس العام الأندية والطلق الموعد والغاية اللحظة دي على فكرة والكلام ده رسمي من مصادر في إدارة المسابقات في الفيفا كأس العام الأندية في موعده من 3 إلى 12 فبراير ولم يحدث أي تعديل خلال هذه الفترة طيب نروح بقى لتدريب الأهلي والأهلي بالتأكيد بيستعد ليه كاس السوبر ومباراة بطولة وأخيرا الحمد لله المباراة حدد معادها يوم 22 ديسمبر على ملعب أحمد بن علي بيسعى الـ 40 ألف متفرج والمباراة هتكون الساعة سبعة مساء بتوقيت القاهرة وأخيرا نادي الرجوع كمان التزم بالمعاد وأعلن أنه هيسافر يوم الجمعة عقم مباراة ليه في الدور استعدادا لهذه المباراة النهاردة كان فيه تدريبات للفريق تدريبات صباحية استعدادا للمرحلة القادمة وكان فيه راحة سلبية أخذها اللعيب أمبارح كانت مدتها 24 ساعة بس وبيتسو مسماني عقد محاضرة النهاردة مع كل اللعيبة قبل انطراق المران الجماعي وتدريبات بدنية مكسفة لعدد داميل اللعيبة خلال الفترة اللي جاية وفيه فقرات معينة تدريبية أو فقرات فنية عملها بيتسو مسماني في مران اليوم قدامكم طبعا على الشاشة محمد هاني وبيرستاو وأليو ديانج وأيضا كمان رامي ربيع الكابتن سامي أمصان طاير محمد طاير هو قدامنا حتى هو في التدريبات الجماعية اللي فيه قبل بداية المران قدامنا تصعيد عدد من لعبي قطاع الناشئين موجودة هو كابيلو مخطط الأحمال ومسيم وحل الأداء ونقدر نقول خلاص كل العناصر اكتملت بالنسبة للجهاز الفني كريم فؤاد اللي ظهر بشكل طيب في المباراة الودية وليد سليمان اللي دخل في جزء من مباراة طلاق الجيش الودية وعليو ديانج إن شاء الله اللي هيكون من الركائز والعناصر الأساسية في لقاء السوبر طيب بكرة إن شاء الله الأربع في مسحة طبية للفريق لأن خلاص الفريق تحدد معات صفر هيكون يوم إلا جمعة فلازم تعمل مسحة قبل السفر بـ 48 ساعة ضمن البروتوكول الطبي لمباراة السوبر الإفريقي ولي بيحدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طيب دكتور أحمد أبو عابلة طبيب فريق النادي الآلي النهاردة كان ليه تصريح أنا شايفه مهم جدا وجاي في توقيت مهم في ظل إن في حالة إصابات عديدة في صفوف الفريق عندك مثلا إصابة محمود متولي عندك مثلا في إصابة حمد فتحي مع منتخبنا الوطني علي معلول عايزين نتطمن عليه الساعات اللي جاية ونشوفها هيدا يلعب مطش مصر ولا لا محمد الشناو كحارس مارمة من برح ما تمرنش المرن الجماعي عندك كمان يعني أكتر من إصابة فيه كمان أحمد عبدالقادر ممكن ما يلحقش لقاء إلا السوبر فكل دي إصابات يعني ممكن تكون مؤسرة على الفريق لكن فيه يعني حاجة كده مبشرة النهاردة من تصرحات دكتور أحمد أبو عبل على حالة أيمن أشرف قال لدكتور أحمد أن أيمن أشرف بدأ مرحلة جديدة من التأهيل وهيبدأ تدريبات الجري حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيل المحدد له من الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني ودي مؤشر أو حاجة إيجابية أن أيمن أشرف ابتدت حالته تتحسن خلال الفترة الأخيرة خاصة أن الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الداخلي للرجبة معناها أن الإصابة دي ممكن تخليه يغيب شهر أو شهر ونص والكلام كان حتى في البداية أنه ممكن ما يلحقش كاس الأمم الإفريقية لكن معنا أن المرحلة التانية من العلاج هتبدأ بكرة بالجري حول الملعب في مؤشر كده إن شاء الله الفترة الجاة ممكن يلحق لقاء السوبر والمباريات القادمة للنادي الأهلي سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الإفريقي عموما خسارة لسه عنده مباراة تانية ومسابت وكل لعبة النادي الأهلي هتنضم بقى لمعسكر الأهلي في الدوحة في اليوم التالي إن شاء الله يوم الأحد استعداد للقاء السوبر يوم الأربع اللي جاي زي بكرة إن شاء الله الساعة سبعة بتوقيت القاهر ده كان كل الجديد والأخبار المهمة الخاصة بالمرحلة القادمة سواء كاس أمم كاس عالم أندية والاستعداد للقاء السوبر الإفريقي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نوصل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي هنتجول كده مع بعض ونشوف أبرز الأحداث وأبرز المنشتات الموجودة من خلال صفحات السوشيال ميديا والتريند الأهلي النهاردة أكتر حاجة الناس بتتكلم فيها إيه نبدأ مع بعض من حساب الرسمي اللي مبتدأ على تويتر واللي نشر تصرحات لدكتور سعد شلبي المدير التنفيذ للنادي الأهلي واللي قال فيها لم تصلنا خطابات جديدة من فيفا بشأن كأس العالم للأندية الاتحاد الدولي لم يغير موقفه من موعد انطلاق منافسات البطولة منذ إعلانها قبل أسابيع وزي ما قلتلكم في فقرة الأولى فقرة التريند التريند مصابقات الفيفا أكدت أن البطولة في معادها وفي آخر اجتماع فيديو كونفرنس مع الكاف ومع التحاد الكورة ومع النادي الأهلي أكدوا أن البطولة في معادها وإذا حصل تعديل يكون الأمر يخص الاتحاد الإفريقي وطلب من الآهلي أن يبعد خطاب للاتحاد الإفريقي والآهلي أرسل خطاب وما جالوش رد لغاية اللحظة دي إلى أن بقى ابتدى الكلام يكون أكتر على بطول التكاس الأمم وهو مش كلام جديد زي ما قلتلكم الكلام ده احنا قلناه من فترة وبيتردد كل يعني كل فترة كده لما الناس بتتكلم على موقف الآله هيحصل إيه في كاسة عامل الأندية لكن في النهاية هنشوف الاتفاعل هيتم بين الاتحاد الدولي مع الاتحاد الإفريقي ولازم تكون الكاميرون ممثلة في القرار اللي هيطلع خلال الفترة الجاية لأن أي قرار ممكن يكون متعلق بكاسة الأمم دون الرجوع للكاميرون أعتقد هتكون داخلين على مشكلة كبيرة بس الأهلي للأسف يعني مالوش علاقة بالموضوع لكن مشاركته في كاسة العامل الأندية هي اللي خلته طرف في هذه القضية نتيجة طبعا أن منتخب مصر يعني فيه سبع تمن لعيبة من الصفوف الأساسية بالإضافة أن فيه علي معلول مع تونس أليو ديانج مع مالي وبدري بنون مع المنتخب المغربي إذا تم ضمه في القائمة الأولية الأربعين لعب طيب نروح كمان للوطن سبورت ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو على عهدة الحساب الرسمي للوطن سبورت في المونديال بصوا جماعة عشان نحط الأمور في نصابها الصحيح القصة دي برضو بعيد نفس الموضوع تاني الأمر متعلق ما بين الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريق واللجنة المنظمة في الكاميرون الأهلي دخل طرف في الموضوع لأنه ارتبط أو ارتبط ببطولة الفيفا حط معادها خلال منافسات كأس الأمم الفيفا لما حط معاد كأس العامل الأندية هو عارف بيحط المعدة ليه وعارف هو حطه ليه وفي نفس الوقت هو عايز يجد مبرر أن الفترة دي ما تلاقمش فيها أي أحداث قرية فبالتالي قد الأولوية لكأس العالم للأندية القرار هيكون عند رئيس الاتحاد الدولي هو الوحيد صاحب السلطة في هذه القضية مع الاتحاد الإفريقي ومن خلال الكاميرون لكن الاتحاد الإفريقي مش هيأكد إقامة البطولة ولا هياخد قرار بإلغاء البطولة إلا لما يرجع لرئيس الاتحاد الدولي واللي في النهاية هيعوزه رئيس الاتحاد الدولي هو اللي هيتقرر خلال الفترة جاية لأن فيه أمور متشابكة سواء أمور تسوقية وتعاقدية سواء أمور خاصة بتصويت أوروبا على كأس العالم كل سنتين سواء مشاركة المحترفين الأفرقة في الدوريات الأوروبية سواء كمان أن الكاميرون عندها مشكلة تعاقدية وممكن ذي الأول مرة ممكن أعلنها أن الشركات التي تعاقدت على بطولة المحليين الشان من حوالي سنة أو سنتين لسه مستمرة مع الكاميرون في بطولة الكان اللي جاية وده بالنسبة للاتحاد الأفريقي غير مسموح لازم شركات جديدة ولازم اتفاق جديد مع الاتحاد الأفريقي ففي مشكلة حتى على الشركات والرعاة يكملوا ولا ما يكملوش ولو ما يكملوش من اللي يفسخ التعاقد كل المشاكل دي هيكون حسمها من خلال رئيس الاتحاد الدولي ولكن لما تخلص منافسات كأس فيفا للعرب هيبدأوا يركزوا بقى على بطولة أمم إفريقيا هيكون التركيز أكتر خلال العشر تيام اللي جاية قبل بداية الأجندة يوم 27-12 لأن لو الأجندة بدأت 27-12 كأس الأمم في معادها ومحدش هيقدر يغيرها لأن اللعبة خلاصة تحركت وانضمت لي منتخباتها في الفترة اللي جاية سريعا مع بعض نشوف كمان الوطن سبورت وبيتكلموا عن للفترة الأخيرة وعدم مشاركته مع المنتخب التونسي وده هيبقى أكتر بقى في مباراته غداً أمام منتخبنا الوطني إذا شارك وتطميننا على حالته هيكون جاهز لماتش السوبر إذا ما شاركش هيكون فيه آلة بقى على فكرة علي يلحق الماتش ولا ما يلحقش الماتش طيب نروح كمان لأخر حاجة معايا وهو الحساب الرسمي للأهرام بيتكلموا على محمد محمود وفيه عرض جديد من الاتحاد السكندري اللي طلب استعارة محمد محمود من الأهلي خلال الفترة اللي جاية الأهلي بينتظر حسم اللاعب لموقفه خلال الفترة اللي جاية إذا رغب فيه إنه هو ينتقل على سبيل الأعارة للاتحاد السكندري عشان ياخد فرصة المشاركة في المباريات الأهلي يوافق لكن في النهاية الأمر متوقف على رغبة محمد محمود اللي أنا عارفة لغاية دلوقتي إنه عايز يكمل في الأهلي وعنده تحدي إنه عايز يفرد نفسه واسمه على التشكيلة الأساسية مع بيتسو موسيماني أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ نتكلم على استعدادات منتخبنا لمباراة تونس أهلا بحضراتكم من جديد والحديث بقى عن مباراة مصر وتونس وده لقاء مرتقب بكرة إن شاء الله الساعة 5 بتوقيت القاهرة في الدور نصف النهاية لكأس فيفا للعرب طبعا منتخبنا بيستعد المباراة لإستعدادات خاص وفيه غيابات كان بسبب الإصابات لكن النهاردة طمننا على الإصابات ونضموا كلهم للتدريبات الجامعية سواء الشناو أو حمد فتحي أو أكتر من اللاعب كان الجهاز الفني محتاجي يطمن عليهم قبل مباراة تاب أكرة طيب عايزين نتكلم أكتر على مباراة مصر وتونس وعايزين نلقى الضوء على استعدادات منتخبنا لمباراة الغد وإزاي تونس ممكن تواجه منتخبنا الوطني هل بتغيير في التشكيل هل بالاعتماد على سيف دين الجزيرة ويوصف المساكني هل منتصر الطالبي ممكن يعود للتشكيلة الأساسية هل علي معلول ممكن يبدأ مباراة منتخبنا يكون في مواجهة مباشرة مع أكرم توفيق كل التفاصيل دي نعرفها لما نروح إلى تونس مع الخبير القروة والنجم التونسي الشهير الكابتن حسام الحج علي نجم الكرة التونسية اللي بينورنا من خلال شاشة قناة الأهلي مساء الخير كابتن حسام يا عيش أخوية مساء النور أستاذ محمد أهلا بيك الحمد لله بخير طبعا مباراة مهمة جدا وبالتأكيد الكل مهتم جدا بتفاصيل هذه المباراة من وجهة نظرك في البداية توقعاتك لشكل المنتخبين وهل المباراة هتكون على المستوى الفني كبيرة أو ممكن تكون مباراة ما فيهاش أهداف ومباراة مغلقة تكتكيا وفيهاش فرص عديدة للفريتين هو أكيد أستاذ محمد الكل يعرف المنتخبين من أكبر منتخبات أفريقيا منتخبين جاءوا البطولة العربية للفوز بالكأس منتخبين الجماهير كلها تستنى في العودة بالبطولة صراحة ممكن الدورة الأول والدورة ثاني ما كانش فريقين في أحسن حالاتهم لكن يبقوا منتخبين من أكبر منتخبات المرشحة هنا أتوقع صراحة نظرا لتقارب مستوى المنتخبين نظرا للخصائص المتشابهة أن المباراة ممكن ممكن فنيا ما تكون من المستوى العالي ممكن تكون مباراة مغلقة وتوقع ممكن تكون فيها جول ولا جولين مجسما ممكن تمشي لركلات الترجيح وضربات الجزاء نتوقعها مباراة تفتيكية مباراة مغلقة أكثر من أنها مباراة مفتوحة ومباراة فنية طيب في جزئية تانية وانت بتتكلم على المباراة يبقى فيه صناعيات يعني اللعيبة عارفة بعضها بتلعب حتى مع بعضها في فرقة واحدة يعني عندك مثلا مواجهة محمود الوينش ومدافع منتخبنا الوطر أمام سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس عندك أكرم توفي في مواجهة علي معلول فرجاني ساسي في مواجهة مصطفى فاتحي فيه صناعيات كتيرة في الملعب هل ده ممكن يبقى يعمل إصارة للمباراة هل ممكن نشوفها قوة وندية ولا شكل المباراة ممكن تبقى ازاي أكيد أكيد صناعيات مهمة خاصة أنهم اللاعبين يعرفوا بعض كل لاعب يحب يتفوق على زميله كل لاعب يحاول يتفوق تونائية الموجودة الأكيد وليس نتمنى أن هذه تونائيات وهذه النزالات بين اللاعبين تكون في إطار الروح الرياضية أكيد بتكون فيها بعض القوة أكيد بتكون فيها بعض الاتحامات لأنه تبقى مباراة مهمة مباراة في مي فاينل لكن أكيد بتكون مهمة مهمة جدا خاصة أنه فيه سرائية موجودة وذية أكيد اللي هي بين سيف القزيري وبين الونش هذهم أكيد تكونوا أساسيين تبقى المواجهة بين علي معلول وأكرم توفيق ممكن صعب أن نشوفها لأنه في الأغلب أنه بنحميده هو بشيكون ظهير لسان لأنه معلول نعرف وراجع من إصابة تقريبا منذ بداية البطولة هو مصاب رجع تدرب تقريبا حسها ولا حسين فقط صعب في مباراة بهذا الحجم وبهذه القوة أنه يكون أساسي خاصة أنه بنحميد عمل البطولة ممتازة وممتازة جدا يعني صعب أنه نشاهده أكرم توفيق في مواجهة علي معلول ممكن هناك مواجهة بين سرجاني ساسي ومصفة فتحي بالرغم أنا مش متأكد لمصفة فتحي ممكن يكون أساسي في هذه المباراة لكن ممكن تكون مواجهة بين فرجاني ساسي والسولية ولا فرجاني ساسي مع حمدي فتحي اللي تعودوا يلعبوا ضد بعض وكان دائما أن التنائيات لما يقابلوا بعض يكون تنائي وتكون نزال ممتاز جدا بين اللاعبين طيب عايز أسألك على منتصر للطالبي هل عودته للمباراة دي أو مشاركته في المباراة دي هيحدث الفارق مع المنتخب التونسي كمان عايز أتكلم على حنبع المجبري يمكن عامل بطولة مميزة جدا هل برضو في خلاف بينه بين بعض اللاعبة في المنتخب التونسي ده ممكن يلقي بزلاله على أداء تونس في مباراة مصر وجهت نظرك في النقطتين دول سوف بالنسبة لمنتصر الطالبي نعرفوه أنا وقبل بداية البطولة كل الشارع التونسي والإطار الفني تونسي يعرف لمنتصر الطالبي بشيوصل قبل مباراة السمي فاينال يعني هذا كان منتظر لكن هنا هل منظر لأن منظر الكبير لو استعمل منتصر طالبي يعني هناك تغيير في طريقة اللعب بشيكون هناك ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع هنا أعرفوه أن المنتخب التونسي العب بهذه الطريقة في مباراة موريتانيا والعب بهذه الطريقة بتلاثة في قلب الدفاع ضد مباراة ضد زمبيا في تصفية تياس العالم وكانت ناشحة وكانت أعطات أداة ممتاز للمنتخب التونسي يعني دخول منتصر الطالبي ممكن بشيكون هناك تغيير في طريقة اللعب وهذا مهم جدا بالنسبة للمنتخب التونسي هل سيكون إيجابي أو سلبي هذا الملعب ممكن نشوفوه لكن أن منتصر الطالبي ممكن يصبح المنتخب التونسي يلعب بثلاثة في قلب الدفاع بالنسبة لحنبع المجمري صراحة لاعب من السراز العالي فنيا بدنيا تكتيكيا وهو أن نقدر نقوله مفاجأة المنتخب التونس حيح المنتخب التونسي يعرف هذا اللاعب وجمهور التونسي يعرف هذا اللاعب لكن ما شاهدناش هذا اللاعب في مباريات بهذا الحجم نعرفه اللاعب شاب عمره 18 سنة لكن الكلام اللي تقال أنه فيه مشاكل مع اللاعبين أنا أكد لك الكلام هذا ما فيه ولا 1% صحة هي فقط مواقع تواصل اجتماعي هي الناس اللي من البرة تحاول تخلق أشياء غير موجودة حنبع المجمري لاعب شاب كل اللاعبين قبلوا هذا اللاعب حتى نشوفه احنا الصور اللي نزلت بعض المباراة صور مع اللاعبين حتى سألوا منتصر حنبع المجمري سألوا قالوا ما فيهش ولا مشكل مع أي لاعب هذه هي كورة القدم مرة تجيني تمريرة مرة ما تجيني تمريرة ما فيهش كل كورة بش تروح نفس اللاعب لكن أكد الكلمة فيه ولا مشكل وإن شاء الله حنبع المجمري بشي قدم مباراة كبيرة مثل ما قدمها منذ بداية البطول هل المنتخب التونسي الشرع القارو في تونس راضي عن أداء المنتخب التونسي في البطولة هل مباراته مع منتخب مصر هو يكون المحكي الأساسي أو الرئيسي سواء لتونس أو حتى لمصر شوف أكتب محمد نفس الشيء اللي موجود في مصر هل الشرع المصري راضي على أداء المنتخب المصري أنا أتوقع أنه 50% 50% صح ولا حقيقي فعلا فيه تباين في الأراء نفس الشيء نفس الشيء في الشرع التونسي تعرف ليش لأن الشرع التونسي والشرع المصري اثنين ذواقة في الكرة يحبوا الكرة يحبوا يشوف الكرة الجميلة يحبوا الاستحوال يحبوا السيطرة يحبوا الأهداف نفس الشيء لما ما يشاهدوش هذا في بعض المباراة حتى لو أنه نتيجة أو الوصول إلى السمي فاين لن تعتبر نتيجة إيجابية لكن من حق أن الشرع التونسي والشارع المصري أنهم يطلبوا أكثر من منتخبهم لذلك راضيين لكن مش كل الرضا في هذه المباراة يجعل الشرع التونسي أو الشرع المصري نفس الشيء بشيكون راضي بشيكون سعيد لأننا نعرف وعلى أقل نحن في تونس سيد الحمز كنا نعرف وأن البطولة بالنسبة لتونس تكون بين مصر ولمغرب الجزائر وبدرجة أقل للمنتخب القطري قية المباراة كان منطقيا ومن المفروض أن تونس ومصر يكونوا في السمي فاينت لكن اليوم الحساب أو حقيقة المنتخب التونسي أو المصري بشي يظهر في هذه المباراة أكيد كابتن حسام الحج علي النجم الكرة التونسية أنا بشكرك شكرا جزيلا أنه ورطني وأسعدتني بالتأكيد بمدخلتك وكلام كان مهم جدا بخصوص بالتأكيد استعدادات منتخبنا لمباراة تونس كابتن حسام أنا بشكرك نورتني ومشرفتني وبالتأكيد هنتكلم خلال الفترة الجاية لأنه بالتأكيد كمان لسا عندنا منافسات إفريقية على مستوى الأندية ده كان كلام مهم جدا للكابتن حسام الحج علي بخصوص مباراة مصر وتونس اللي هتكون إن شاء الله بكرة الساعة خمسة بتوقيت القاهرة طيب ترند المحلي كمان عندنا فيه كلام مهم جدا كارلوس كيروشكا اللي النهاردة مؤتمر صحفي واتكلم على مباراة مصر وتونس واتمأننا كمان على عودة عدد من اللعيبة خلال الفترة اللي جاية حمد فتحي شارك في المران الجماعي ومحمد الشناوي شارك في المران الجماعي لكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع سريعا نشوف ترند المحلي وأبرز الحاجات اللي معانا في فقرة الترند المحلي أهلا بحضراتكم من جديد طيب تصرحاتك كارلوس كيروش النهاردة في المؤتمر الصحف اتكلم فيها أن فيه لحظات عصيبة بتمر على الفرعنة في بعض المباريات وبالتأكيد مباراة تونس هتكون من اللحظات المهمة جدا اللي محتاج فيها التركيز الشديد وقال كيروش كمان نحن مصرورون أننا سنلعب أمام تونس فريق رائع عنده مدرب رائع وقال أن منتخب تونس تأهل لكأس العالم خمس مرات ده بيعطينا أن المباراة على المستوى الفني هتكون مباراة عالية جدا وهنشوف فيها كرة قدم جيدة المدرب البرتغيالي لمنتخبنا الوطني قال كمان الفرق الأربعة اللي وصلت لنصف نهاية كأس العرب هم أفضل فرق في البطولة والمباراة غدا هتكون صعبة جدا على الفريقين قال كمان هناك أيضا لحظات أخرى ستكون فيها الأمور صعبة على تونس وسوف هم كمان سيقفحون على المواجهة القوية أمام منتخبنا الوطني للتخلص من العرق اللي ممكن يضحى منتخبنا الوطني أمام تونس في هذه المباراة كل منتخب عايز يصل بالتأكيد للمباراة النهائية ويعمل مجد كبير في كأس فيفا للعرب المباراة تتلايب على ملعب 9-7-4 في نصف نهاية كأس العرب والساعة 5 بتوقيت القيرة عامر السلائي كمان كان موجود في المتمر واتكلم على صعوبة المباراة وقال المباراة صعبة لكن بالتأكيد كل الفريق هيكون جاهز وفي عدد كبير جدا من المحترفين من المنتخب التونسي في هذه المباراة لكن المنتخب مصر هيكون قادر على أداء مباراة كبيرة جدا بالمناسبة خدوا بالكم المباراة دي فيها زي ما قلت صنعيات وفي نفس الوقت معظم اللعباء اللي بتلعب في المباراة دي واجهوا بعض في مسابقات الأندية الإفريقية سواء الأهل والترجي أو الزمالك والترجي فإن شاء الله توقعاتكم ليه تشكيل منتخبنا الوطني بكرة أمام تونس وإنت لو ما كان قاروس كيروش ممكن تبدأ إزاي هذه المباراة محمود دا ضاحي بيقول الشناوي في حراسة المرمة فاتوح الوينش محمد عبد المنعم أكرم حمدي لو جاهز أو ما بينكو سين محمد مهند لاشين السلية أفشاء رفعت زيزو شريف حتى الناس مش مستقرة على التشكيل بنسبة 100% الكورة مع علش الشناوي أكرم الوينش حجازي لو جاهز نرد حجازي بالمناسبة نضم للتدريبات الجماعية أحمد فاتوح حمدي حمدي بيه فاتحي السلية أفشاء مصطفى فاتحي أحمد رفعت محمد شريف طيب ده أبرز التوقعات ورؤية الناس لتشكيل مباراة الغد ما بين مصر و تونس كل التوفيق المبتخبنا إن شاء الله يعمل مباراة كبيرة وبإذن الله إن شاء الله نصل إلى نهائي كأس العرب ونعمل بطولة ومجد جديد عشان نسعد الجماهير المصرية اللي عاملة قارنفلات في ملاعب الدوحة في الختام بشكر حضراتكم على حص المتابعة والمشاهدة وبإذن الله أنا ألتقي على خير غدا في حلقة جديدة من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة